اشتركوا في القناة لا يكون الحادي عشر من مايو هو الممر إلى حياة طبيعية هناك عدة مراحل والحادي عشر من مايو واحد منها قال رئيس الوزراء الماليزي محيد دين ياسين ان ماليزيا ستسمح لأغلب العمال باستئناف انشطتهم بدءا من الرابع من مايو لتخفيف تلك القيود التي فرضت لاحتواء انتشار فيروس كورونا واضاف محيد دين في خطاب تلفزيوني ان ماليزيا مستعدة لبدء عملية محكومة وحذرة لاستئناف النشاط الاقتصادي واضاف انه لن يسمح باستئناف الانشطة الدينية والتجمعات الكبيرة والاعمال التي تشمل اختلاطا شديدا مثل دور السينما والنوادي الليلية وستظل المدارس والجامعات مغلقة كشفا استطلاع رأي اليوم ان الكثير من البريطانيين سيشعرون بعدم الراحة لمغادرة منازلهم حتى ولو امرت الحكومة برفع اجراءات العزل العام الصارمة لمكافحة كورونا في غضون شهر وتفرض بريطانيا اجراءات العزل العام منذ الثالث والعشرين من مارس اذار لكن رئيس الوزراء بوريس جونسون قال اليوم الخميس بل قال يوم الخميس ان البلد اجتاز الان ذروة تفشي الجائحة وتعهد بوضع خطط في الاسبوع المقبل بشأن كيفية تخفيف القيود تدريجيا للسماح بعودة الحياة الى طبيعتها لكن استطلع رأي اجرته مؤسسة ابوسوس موري كشف ان اكثر من ستين بالمئة من البريطانيين لا يشعروا بالراحة للعودة الى الحانات والمطاعم واستخدام وسائل النقل العام او الذهاب الى تجمعات كبيرة مثل المباريات واصلت الزعيمة اليمينية الفرنسية ماريان لوبان تقليدا يتبعه حزبها كل عام في عيد العمال وضعت اكليلا من الزهور عند نصب جان دراك على الرغم من اجراءات العزل العام التي تطبقها البلاد لاحتواء تفشي فيروس كورونا وانتقدت في الوقت ذاته اسلوب تعامل الرئيس ايمانويل ماكرون مع الازمة والغيت الاحتجاجات التقليدية في يوم عيد العمال والتي عادة ما يشارك فيها الالاف من المتظاهرين وذلك بسبب تفشي الفيروس الذي اوضى بحياة نحو 24 الف مصاب به في انحاء فرنسا المختلفة واستعادت النقابة العمالية عن ذلك بانشطة افتراضية وطلبت من الناس قرع الاواني وتعليق لافتات على شرفات المنازل